أنا أريد فقط أن أعرج على مسألة متعلقة بما نستعد به للصلاة وانظر إلى الأمور التي رتبها الشرع عنها على هذه الأمور أول شيء أول شيء لأن الحمد لله أنها خمس صلوات ومشي وحدة لأن الإنسان بغينا أولا كرهنا الذي يغلوب عليه هو الغفلة والنسية الغفلة والنسية من بالأمور التي نذكرها دائماً لأننا نكون مع الطلبة نذكرها من بعض القاديات من اللي كتسألي في شهر الانتحانات كتسأليه في شهر سبعة تقريباً شهر سبعة من اللي كتسألي مثلاً في شهر سبعة وكيخرجون النتائج كتقول تصيدت هذا العام ما غضيتش بكري وما نضمتش حويجات العام الجاي وكيجي ذاك العام الجاي كتقول إلى العام الجاي ولا هو هذا العام كين الحمد لله كين الذي يستفيد من أخطائه وكي يمشي مزيان لكن عمومنا نحن عمومنا نحن تسبق إلينا الغفلة ويسبق إلينا النسيان نحن هكو قديرين فهمنا فبما أننا نحن في الغفلة وفي النسيان رأى رأى سيدنا آدم غفل عليه السلام وهو في ذلك المكان بالعبارضي نحن كنقولوا رأى ما كينش حاجة لمنطقي تخليه يغفل ولا ينسى في الجنة ومع الملائكة وكذا ماذا فين يغفل هذا ومع ذلك وعصى آدم وربه فغل نسي آدم فنسي الذريته كما قال عليه الصلاة والسلام وجحد فجحد الذريته إذن هذه القضية هذه بما أنها فينا فينا الغفلة فما بالك بزمني كثرة الملهيات والمغريات رأى الخطير في الأمر ما تعلن هذا المشقوف هذا بعد المرات تخيل فين كي يدخلك بعد المرات كي يدخلك بين الإقامة وتكبيرة الإحرار أنت دخلتي وقفتي ما تعلن أنك عندك كور ولا شي حاجة ودخلتي للدار غادي تصلي ما تدخلتي مثلا للشامرة ديالي غادي تصلي فستوضيتي صرحتي الزريبي وقلت الله أكبر والله أكبر رشهدوا لا إله الله لحل محمد الرسول الله حيات الصلاة يالفلح قد قامت الصلاة الله أكبر والله أكبر ولا إله 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 لا دلت ديكها قلت إن حطه بعدت يتشارجة شاملت يتحكتوا كديروها هلما تشارجة قاعدة قادة لكي يالباش من ينسى لي صلاة لقافي واحد لحد انت أصلا بغي تدخل صلاة عند سيد ربي ودماغك لا ترى الصلاة لعبة تباية تزعلكها لكي ترجع عليه وترى ما تشارجها ومن يقول أنه سوف نقوم بتشارجها غيرك تبرون شيء في الشارجر ويتشعل ومن يشعلك تبالك شي نوتيفكاسيون تماما هذه رقمتي الصلاة تقامت الصلاة وقيمتي الصلاة يعني الصلاة واقفة تسنافك أنت وتديرها وتدخل سميتو الأهل هذه رقمتي الصلاة أما لكي صيفت لك صيفت لك شي لياه في شي حاجة منك شي ديال مختصر غير المفيد ديال 13 ثانية 15 ثانية قمتي الصلاة ومشيتين الساعة وأنت غير واقف وأنت واقف ومن ليه ستدخل الصلاة ستحس براسك بحل اللي حمك تنمل عليك وكتقلب على أكثر صورة بل كتتقلب على التوجيه الفقهي وش يجوز أنني نقرأ غير بآية اللي هي من أكثر صورة أصلا إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر لاش هنكملوا إحنا قاعد إذن في حقيقة الأمر يخشى العبد منا أن يكون يقال له في كل صلاة ما قيل للمسيء صلاته وإرجع فصلي فإنك لم تصلي أنتم لا كتعرفوا الحديث أن البي عليه الصلاة والسلام قالت في المسجد وجلوا واحد السيد واحد الأعرابي ودخلوا مشل هي وصلاة بالنسبة لي هو راه صلاة لكن صلاديك صلادي تتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتt فإنك سألت قاع العلماء ديال تجويد كلهم من يتي يقول لك الصوت يخراج الصوت يقول لك هو إخراج النفس مع إمراره على الحبال الصوتية وعلى حسب الحركة ديال الشفاه وديال اللسان نصدر واحد صوت معين كلهم يقول لك إخراج النفس ولا يعتبرون الصوت الصادر مع إدخال النفس صوتاً يعتبرون الصوت هذا ما كنت تسميش حرف الحا فملك تقول لك السرطة الَّذين ودُم عليهم ودَالِين هاديك السرطة الَّذين أنعمت عليهم هاديك لا تعدوا قراءة لللقرآن وتخيل معايا إلى هذه الآية هذه من القرآن مشات بمعنى أن الفاتحة مشت بمعنى أن ركبنا أركان الصلاة مشا بمعنى أن الصلاة باطلة باطلة ماشي تفليا باطلة غد قولي لدرناهك إلا درتيهك حيث أنت وقف بين يدي الله ما هو وقفش قدام دار الضريبة فهذاك النبي عليه الصلاة والسلام من اللي شافه عيط له قال له ما قالش لي ارجع فحسن صلاتك يعني رأك صليتي لكن حاولت قدها ما قالش لي جود صلاتك ما قالش لي أطل صلاتك قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي نفى عنه أصلى الصلاة يعني ذاك شلي درتيه ماش يصلى أشنو درتيه الله أعلم مماش يصلى رأي يخشى الأحد منا يخشى الواحد منا أن يكون مناد يقول له وله وله لا يسمع يا فلان يا فلان ارجع ارجعي فصلي فإنك لم تصلي القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري ترجمة نانسي قنقر